أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن أول مجموعة من الوزراء في إدارته من بينهم أنتوني بلينكين في منصب وزير الخارجية جيك سوليفن مستشار للأمن القومي والوزير السابق جون كيري كممثل خاص لشؤون المناخ أسماء عديدة تم تدولها مؤخرا باعتبارها مرشحة لتولي مناسبة رفيعة في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعض هذه الأسماء أكدها بايدن في بيان الأثنين تضمنت ترشيح توني بلينكين لمنصب وزير الخارجية وهو كان قد عمل مستشارا للشؤون الخارجية لبايدن كما شغل منصب نائب وزير الخارجية ونائب وزير الأمن القومي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما كما أعلن بايدن على تعيين جيك سوليفن لمنصب مستشار الأمن القومي وهو كان قد خلف بلينكين في منصب مستشار الأمن القومي لبايدن ابان شغله منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما كما عمل رئيسا لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية في عهد هيلر كلينتون وأصبح أقرب مستشاريها الاستراتيجيين كذلك أعلن بايدن عن ترشيح أفريل هينز لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية وأليخاندرو مايوركاس لمنصب وزير الأمن الداخلي كأول أمريكي من أصول لاتينية لهذا المنصب فضلا عن اختيار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري هي يكون ممثلا خاصا لبايدن لشؤون المناخ فيما أعلن الرئيس المنتخب كذلك عن ترشيح ليندا توماس جرينفيلد لمنصب مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وكان بايدن قد أعلن يوم الخميس الماضي أنه اختار وزيرا للخزانة من دون ذكر الاسم علما أن القائمة المختصرة لهذا المنصب كانت قد ضمت وفق التقارير كلا من رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي السابقة جانت يلين والمسؤولة في المجلس لييل برنارد والمسؤولة السابقة في المجلس أيضا سارة بلوم راسكن ورئيس الاحتياط الفدرالي في أتلانتا رافايل بوستيك هذا وذكرت تقارير أن الجمهوريين قد يرفضون بعض الأسماء التي قد يتراحها بايدن لإدارته وربما يكون ذلك في متناولهم أكثر أنهم حصلوا على الأغلبية في مجلس الشيوخ وفيما يتعلق بمراسم حفل تنصيب الرئيس التي تجري في العشرين من يناير المقبل فعلى الأرجح ستكون مختصرة وفق ما أكد رون كلين وذلك بسبب جائحة كورونا التي أودت بحياتي أكثر من 256 ألف أمريكي ينضم إلينا للمتابعة هشام برار مراسل الحرة في البيت الأبيض وللتحليل معي من ولاية تويوتا عبر سكايب ري لاكر الصحفي والكاتب الأمريكي مرحبا بكم هشام أبدأ معك نتابع آخر التطورات المتعلقة بهذا الإعلان الأخير ردي نقطتين معك هشام متابعة التطورات بعد إعلان جو بايدن لهذه الكابينة والتعيينات المؤكدة وما الذي يجري في داخل البيت الأبيض من تطورات بوجود الرئيس تونالد ترامبوناك وطبعا في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي كان متواجدا في المكتب البيضاوي قبل لحظات الغادرة قبل قليل لا نشاط على جدول أعمال الرئيس الأمريكي اليوم بموازات بذلك الرئيس المنتخب جو بايدن يحاول أن يكثف هذا الظهور اليومي على شاشة التلفزة لإعلان فريقه الحكومي بدءا بمستشاره اليوم الفريق الحكومي طبعا أهمية هذا الفريق لأنه اختير بعناية لأن جزء كبير منه طبعا الوزراء يحتاجون إلى تثبيت تعيينهم في مجلس الشيوخ الأمريكي لذلك كان على جو بايدن وفريقه اختيار الأشخاص بعناية الذين سيكون تميرهم لن يثير جدلا كبيرا وسيكون سهلا ولا يستغرق الكثير من الوقت لأنه سيحتاجهم بعد تولي الرئاسة في العشرين من يناير كما ذكرت جرير نشير فقط إلى أن هناك الكثير من الدلالات التي تحملها أيضا هذه التعيينات والترشيحات لهذه المناصب ونتحدث فقط عن أليخاندرو مايوركاس مثلا كأول مدير وزير لوزارة الأمن الداخلي من أصول أمريكية لاتينية يحمل الكثير من الدلالات لأن هذا الوزارة مكلفة بشؤون الهجرة وأن يكون شخص من أصول مهاجرة على رأس هذه الوزارة يحمل كثير من الدلالات بالنسبة لجو بايدن الذي يرغب في تغيير الكثير من القوانين المشددة فيما يتعلق بالهجرة التي وضعها الرئيس الحالي دونالد ترامب المسألة الأخرى تتعلق أيضا باختيار جو بايدن كمبعوثا رئاسيا خاصا لشؤون المناخ هذا التعيين أيضا لا يحتاج لتثبيت في مجلس الشيوخ بل هو تعيين سياسي من قبل الرئيس المنتخب هذا جديد أيضا هشام هذه أول مرة يعني يحدث أو يطرح هذا المنصب طبعا بهذه المهمة وهذه الأهمية طبعا اختيار وزير خارجية سابق لهذا المنصب يكشف الأهمية التي يوليها جو بايدن لهذا الملف وكما ذكرنا سابقا أهميته أيضا يأتي بعد 24 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفاعه عن قراره خروج الولايات المتحدة من اتفاق المناخ اتفاق باريس للمناخ واتهامه للمشاركين في هذا المناخ بأن القيود التي يتحدثون عنها هدفها هو المساس بالاقتصاد الأمريكي واستهداف التنفسية الأمريكية في مجال التجارة الدولية طبعا هناك أشخاص آخرين كأول امرأة تصبح مديرة لاستخبارات الوطنية هناك طبعا مديرة توكرة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل في أعضل رئيسي ترامب لكن مديرة لاستخبارات الوطنية لتشمل أكثر من 16 جهاز استخبارتي في الولايات المتحدة ستتولها أفريل هينز أول امرأة نتحدث أيضا عن مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليست لمرأة أولا لأن سوزن رايس كان لهذا الدور أيضا لكن تشير كلها إلى رغبة جو بايدن كما قال فريق والانتقالي إلى وضع فريق يعكس الصورة الحقيقية للولايات المتحدة شكلا من نساء وعقليات وأيضا طبعا هذا التنوع مهم لجو بايدن كرئيس منتخب في هذه المرحلة نشير فقط إلى أن مسألة مهمة تتعلق بتوني بلينكين كوزير الخارجية أو جيك ساليفن مثلا كمستشري الأمن القومي هذين المنصبين المهمين فيما يتعلق بسياسة الخارجية لماذا جو بايدن اختار هذين الشخصين هذين الشخصين كان رفيق الدرب لجو بايدن منذ كان في مجلس الشيوخ الأمريكي وتم كمرشح للرئاسة في السابق وكنائب للرئيس هنا في البيت الأبيض كان لهم جزء كبير أو دور كبير في صياغة الأجندة السياسة الخارجية لجو بايدن كمرشح للرئاسة هذه السنة فبتالي اختيارهم يعني بالنسبة لجو بايدن ورسالة للعالم بأن زعماء العالم عينما يأتيهم توني بلينكن كوزير خارجية أو جيك ساليفن كمستشار للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي سيتحدث بلساء رئيس الولايات المتحدة بالضبط بالحرف أنه سينقل السياسة الخارجية للرئيس من دون لبس أشكرك شام برار مرسل حرة من البيت الأبيض نأخذ قراءة ري لاكر الصحفي والكاتب الأمريكي معي مباشرة من ولاية تيوتا تفضل إيري كان ذلك يتعليق قراءة سريعة بداية نبدأ بوزارة الدفاع ووزارة الخارجية لماذا هاتان شخصيتان أعتقد وكما ذكر هشام توني بلينكن كان له تاريخ طويل مع بايدن عندما كان نائبا للرئيس وعرفه عندما كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وهناك علاقات وثيقة بينهما ويفهمان بعضهم البعض وبالتالي عندما يتم تثبيت توني بلينكن كوزير للخارجية قادة العالم سيعرفون أنه يتحدث بلسان الرئيس الأمريكي وأنهما يعملان بشكل وثيق هل انعكس أي نوع من أنواع الاتفاقات في الانتخابات التمهيدية على هذه التعيينات أم لا برأيك أستاذ ري لا ليس في الواقع الناس قلقون بشأن ما حدث في الحملة الانتخابية كاميلا هاريس ستكون نائبة للرئيس ومعظم الناس الذين كانوا منخرطين في الحملة يعرفون أن هذا ما يحدث عندما يخوض الناس الانتخابات لمنصب الرئيس كانت هناك أشياء كثيرة حدثت لا أعتقد أن الحملة الانتخابية في الانتخابات الأولية كان لها هذا التأثير طيب إلى أي مدى هذه التركيبة تحمل ردودا أكثر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصوصا في تلك الملفات التي كانت يعني محط جدل وخلاف كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين منها المناخ وغيرها الآن هل هذه التركيبة تحمل شيئا من الردود على أن الديمقراطيين الآن سيقومون بتعديل ما كانوا يعارضون فيه الرئيس الأمريكي عندما أو خلال فترة رئيسة أعتقد أن هذا صحيح أولا الرئيس المنتخب بايدن قال أنه سيعود لاتفاقية المناخ هذه أحد الأشياء التي سيعملها وقد اختار جون كوري وزير الخارجية الأسبق والذي كان في منصب عام منذ سنة 85 لحمل رسالته هذا يوضح أننا جادون وأن الإدارة الجديدة جادة بشأن التغير المناخي واختارت شخصا قريبا من الرئيس المنتخب لتنفيذ هذه السياسات كيف سيكون شكل وزارة الدفاع المقبل أستاذ رئي الكل كان يعتقد أن ميشيل فون روي وهي خبيرة في أمور الدفاع ستكون أول امرأة وزيرة للدفاع ربما كان يمكن أن تحصل على الوظيفة إبان عهد أوباما إذا أرادت ذلك أيضا الكل كان يعتقد أنها كانت تنتظر إدارة هيلاري كلينتون لتكون أول وزير الدفاع وقد شهدنا ما حدث في 2016 لم أسمع أي اسم آخر لهذا المنصب وربما هي المفضلة لهذا المنصب الآن هل هذا الإعلان هو التأكيد أو تثبيت جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة أو سادرين؟ بالتأكيد بغض النظر عما كان الرئيس ترامب يفعله إلا أن هذا لم يكن مهما بالنسبة لبايدن هو يفترض أنه الرئيس المنتخب ويفعل أي شيء يتوجب على الرئيس المنتخب أن يفعله الشخص الوحيد الذي يعتقد أن المسألة لم تنتهي بعد هو ترامب هو يريد المراوغة ومعظم الناس الذين لديهم إحساس بالواقع يعرفون أنه أي ترامب لن يكون الرئيس في العشرين من يناير وفي القراءة العامة ما هي الرسالة التي يوجهها جو بايدن إلى الحلفاء والأعداء من خلال هذه التشكيلة؟ هل يمكن قراءة أي رسالة خارجية يبعث بها بايدن أم لا أستاذ لاري؟ أعتقد أن الرسالة الرئيسية أنا أختار الناس الذين يعرفون كيف يحكمون وكيف تعمل الحكومة ولديهم الخبرة وليس من المحتمل أن يخدعوا من جانب دول أجنبية أو أناس داخل أمريكا هؤلاء مجموعة من المهنيين اختارهم هو تفضل بالبقاء معي نستعرض أكثر التفاصيل المتعلقة بالمعركة القضائية التي تخوضها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد نتائج الانتخابات هذه الحملة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة وبعض التقرير أشارت إلى أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانوني يتجه لإعتماد استراتيجية جديدة في محاولة لقلب النتائج هذا هو التقرير ونستكمل الحوار مع ضيفنا من بعد ست ولايات رفضت حملة ترامب نتائج الانتخابات فيها هي ميشيغان، بنسلبانيا، ويسكنسون، جورجيا، نيفادا وأريزونا وقد رفعت فيها الحملة دعاوا قضائية عدة بسبب ما تعتبره عمليات تزوير واسعة النطاق أو عدم السماح لمراقبيها بمتابعة الفرز أو التأكد من صحة التوقيعات ورغم أن حملة ترامب تحتاج إلى الفوز في ثلاث ولايات على الأقل لتغيير نتائج الانتخابات كما تفيد التقارير فإن الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة في ثلاث ولايات حاسمة لم تصب في مصلحتها ففي بنسلبانيا رفض قاد فدرالي الدعوة القضائية كونها مفككة وتفتقر إلى حجة قانونية مقنعة أو دليل واقعي يدعمها كما يقول، لكن ذلك لم يمنع حملة ترامب من استئناف الحكم وفي جورجيا صدقت الولاية على نتائج التي تظهر فوز جوب بايدن إلا أن حملة ترامب طلبت إعادة الفرز وهو ما ستفعله الولاية أما في نفاذة فقد رفضت قاضية التماسا طارئا لمنع الولاية من التصديق على نتائج قائلة إن طلب إلغاء أصوات أكثر من مليون شخص هو طلب صادم بالنسبة لها ورغم هذه الأحكام، لا تزال حملة ترامب مستمرة في معركتها القانونية علما أن الفارق الكبير بين المرشحين في الولايات الست يجعل الطريق أمام حملة ترامب صعبا إذ أن الفوارق الحالية تصب في مصلحة بايدن بآلاف الأصوات وفي هذا السياق يشير مراقبون إلى أن الفريق القانوني لترامب بات يرغب في تغيير نتائج الانتخابات عن طريق المجالس التشريعية في الولايات الحاسمة التي يسيطر عليها الجمهوريون وبموجب هذه الاستراتيجية يتعين على هذه المجالس أن تستخدم سلطاتها لتعيين المندوبين في المجمع الانتخابي الذين سيصوتون لترامب وليس لبايدن عندما تجتمع تلك الهيئة الانتخابية في الرابع عشر من ديسمبر هذا يعني أن على حملة ترامب أن تمنع الولايات من التصديق على النتائج وأن تقنع الهيئات التشريعية في غضون ثلاثة أسابيع من اليوم بتجاهل الأصوات الشعبية واختيار من دوبين يصوتون لترامب استراتيجية محكومة بالفشل حسب المراقبين إذ لم يقم أي مجلس تشريعي بمثل هذا الأمر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية عوضة الضيفي من يوتا مرة الجديدة ري لواكر الصحفي والكاتب الأمريكي لو كنت حضرتك مدير حبلة ترامب الآن ماذا كنت لتفعل؟ لو الرئيس يستمع لي لقلت له هذه التحديات لنتائج الانتخابات ستفشل وتقريبا ثلاثين طعن قانوني فشل حتى الآن ولا يوجد طريق إلى الأمام حان الوقت للإقرار بالهزيمة كما فعلت هيلاري كلينتون في اليوم الذي تلى الانتخابات لقد مضت ثلاثة أسابيع منذ انتخابات الثالث من نوفمبر وهو لا يزال يصر رغم كل الأدلة أنه هو الفائز وبالمناسبة هذه ليست أول مرة يفعلها دونالد ترامب في 2016 في الانتخابات الأولية في آيوا هو خسر لتيد كروز وادعى أنه كان هناك تلاعب ولم يكن هناك أي دليل أيضا بعد الانتخابات العامة في 2016 ادعى أنه كان هناك تلاعب لأنه خسر الأصوات الشعبية رغم أن لجنة قانونية وجدت أنه لم يكن هناك أي تلاعب لو أي أحد يستمع إلى ترامب قال له حان الوقت للإقرار بالهزيمة وعلينا أن نمضي قدما في أمور البلاد ولكن ما هي شكل هذه الاستراتيجية الجديدة المغايرة التي تتوقع أن تتبعها إدارة حملة الرئيس الآن يقولون بأننا لدينا استراتيجية جديدة لكسب المعركة ما هي؟ ما هو الخيار الأخير المتبقي؟ هذا لن يحدث حتى لو حدث هذا أعتقد أنه سيخلق أزمة دستورية لم نشهد مثلها منذ الحرب الأهلية في أمريكا في 1861 لا يوجد سبب يدعو لذلك وإذا حدث ذلك فإن هذا سيشكك في مستقبل المجمع الانتخابي والذي يعتقد كثيرون أن عليه الاختفاء تسأل كثيرون عن أن الرئيس قد يتخذ خطوة تقود البلاد إلى حرب أو قد يقوم بربما اتخاذ قرار متعلق بحرب وتحديداً مع إيران هل تعتقد بأن هذا هو أحد المخارج أم لا؟ وهل يمكن أن يحصل؟ أشك في ذلك أعتقد أن هناك ما يكفي في الجيش ليقاوموا ذلك ولكنه فصل وزير الدفاع قبل أسبوع ووضع أناس للعمل بالوكالة أناس مخلصون للرئيس وهناك أناس ذوي خلفية عسكرية ولكن هناك عامل آخر عندما يتعلق الأمر بتحديد السياسات وتقريرها إذن هذا سيكون غير مسبوك أن يفعل الرئيس ذلك ربما هناك أسباب مشروعة لخوض الحرب وعلينا أن ننتظر لنرى ما هي هذه الأسباب ولكن الآن وإذا لم يكن هناك أي دليل أعتقد ستكون الحرب كارثة وستخلق أزمة أخرى في البلاد من ناحية من هو المسؤول وماذا نعرف عن القرارات التي تتخذ هل سيخدع الرئيس الأمريكي بعد انتهاء فترته الرئاسية لنوع من أنواع المحاسبات في أي ملفات تحديداً إن كانت جوابك نعم يا أستاذري أعرف أن هناك تحقيقات عديدة تجري الآن على مستوى الولاية وربما المستوى الفيدرالي أيضاً تقليدياً هذا الشيء لم نفعله في هذه البلاد عندما يترك الرئيس منصبه فإنما من يعقبه لا يلاحقه باتهامات جنائية وناس كثيرون بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية يجدون هذا مقيتاً وكريهاً ولكن كانت هناك بعض المقالات بشأن ضرائبه وممارساته في العمل وإذا كان هناك شخص آخر محله لا وجهت إليه اتهامات سنرى ما سيحدث وهناك فرصة أن يقوم بالعفو عن نفسه ولكن إذا كانت هناك جرائم ارتكبت في الولاية مثل نيويورك فلا يوجد عفو لهذا تقليدياً هذا شيء لم يحدث في هذه البلاد لم يحدث ولكن سابقة فورد ونيكسون كانت لربما ليس لها ضرورة إن كان هذا لم يكن متوقعاً أن يحدث احتمالية أن يحدث هي واردة ولا يمكن للرئيس أن يعفو عن نفسه صحيحني إن كنت مخطئ في أقل من دقيقة إذا تكرمت يجب عليه أن يتنازل لمايك بينس ومايك بينس يقوم بإزدار العفو أليس كذلك نعم لو استقال مبكراً وجعل مايك بينس الرئيس عندها الرئيس بينس وطوال فترة وجوده في المنصب يمكن أن يعفو عن الرئيس ترامب هناك شيء نعود إلى المثال الخاص بنيكسون وجيرالد فورد الرئيس نيكسون تم العفو عنه ولم يكن متهماً بأي شيء قبول العفو هو إقرار بالذنب تقر أنت بأنك مذنب في شيء لا أدري ما إذا كان هذا الشيء يريد ترامب عمله لا أعتقد أنه يريد أن يحاكم ولكن هناك أسئلة كثيرة ري لاكر الصحفي والكاتب الأمريكي شكراً جزيلاً لك من يوتا شكراً